دعم مهني النقل دعم مهني النقل أرى البلد الوحيد الذي خصص دعما لمهني النقل في بلدنا في هذه المنظومة التي نعرف الدول المجاورة هي بلدنا سنكمل السنة بـ 500 مليار سنتيم من المنظومة التي تعطيت الدعم لمن؟ لأن نركبه في الطاكسي بنفس السعر لأن نركبه في الكار بنفس السعر لأن السلاع والخدمات التي تأتي من مناطق متعددة من المملكة تبقى بنفس السعر لأن هذا الطبيس الذي يأخذه المواطنين وخاصة المحتاجين أنهم يلقوه بسعرين لا تغير وهنا ما أعمر ما دعمنا صاحب المأدونية؟ ما أعمر هذه الحكومة ما أعطيت الدعم لصاحب المأدونية؟ نحن دعمنا العربات، نحن كانت نتعاملهم مع العربات الموجودة والمسجلة عند وزارات الداخلية المتعلقة بالنقل اللي راكمتما كتعرفوا هي الطاكسيات وعند وزارات النقل المتعلقة بالشاحنات وبالنقل ما بين الطرق وبالطبيسات ترجمة نانسي قنقر